ولو قد يفهم منها التقليل ويفهم منها التكثير ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيش لما مر به عبد الرحمن ابن عوف وفيه آثر صفرة فقال مهيب يعني ما شأنك قال تزوجت يا رسول الله قال على ماذا؟ قال على نوات من ذهب قال أولم ولو بشاه ومن ثم فقوله عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه هل الشاه من القليل أو من الكثير فبعضهم قد يقول إنه من الكثير بما؟ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بتمر وأقط وسمى وقد يراد منها التقليل لأنه أخبره بأن المهر نواه من ذهب ورأ حالته فقال أولم ولو بشاه والنبي عليه الصلاة والسلام قد أولم على بعض نسائه بشاه هي مستملة للتقليل والتقليل ترجمة نانسي قنقر